السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في قناة مواشي موضوع اليوم مخصص للإجابة على السؤال وصلني عبر تطبيق الواتساب للقناة السؤال يقول ما هي السلالة التي تنصحني بها من أجل استثمارها في الجزائر لإنتاج الحليب أقول لك أخي الفاضل باختصار أنصحك بإحدى السلالتين إن كنت تريد إنتاج الحليب فقط فعليك بسلالة الأولشتاين هي سلالة ذات إنتاج وفير جدا من الحليب ولكن مشكلتها أنها ليست منتجة للحم يعني أولادها الذكور لن يكونوا موجهين لإنتاج اللحم هذا أولا ثانيا أنصحك كذلك بسلالة المومبيليار هي سلالة ذات إنتاج مزدوج إنتاج حليب وإنتاج لحوم إنتاجها للحليب ليس بقدر الأولشتاين طبعا ولكن تعطيك ما ستخسره بإذن الله من إنتاج الحليب في إنتاج العجول اللحمة بالنسبة لإنتاج الحليب لكل سلالتين سلالة الأولشتاين تنتج تقريبا بين 42 حتى 60 لتر حليب يوميا على حسب شروط التربية لأن لديها شروط تربية صارمة النظافة، التهوئة، توفر الماء، توفر الكلاء الأخضر وتوفر الأعلاف الخاصة بالحليب يعني أعلاف مخصصة للأبقار الحلوب في بعض الأحيان نضطر للقيام بثلاث حلبات في اليوم لبقرة الأولشتاين إذا قمنا بتلبية الشروط اللازمة 14 كيلوغرام من الأعلاف الموجهة والمخصصة للأبقار الحلوب مع الرعي في المراعي الخضراء من صفصفة، من كسيل، من أحشاب خضراء المهم أن تكون لديها وجبة خضراء مع توفر دائم للماء 24 ساعة على 24 ساعة كما قلت لك أخي أو لكل من يسمعني المشكلة الوحيدة أن أولادها ليسوا مخصصين لإنتاج اللحم يعني بالرغم من المصروف الزائد من أجل التسمين ولكن لن يصلوا إلى مرحلة إنتاج وفيرة من اللحم أما بالنسبة لبقرة المون بيليار تنتج ما بين 22 إلى 33 حتى 35 لتر في اليوم من الحليب بمراعاة نفس الشروط تربية أبقار الأولستاين أظن أن الأمر واضح ولكن المون بيليار تتميز أن أولادها نستطيع أن نسترجي منهم الربح المادي عند التسمين لأنها أبقار موجهة لإنتاج الحليب ولإنتاج اللحو أما أغي النصيحة الأهم في كل هذا أن تراعي شراء سلالة ولدت في بلدك أنت من الجزائر أرجو أن تقوم بشراء سلالة نقية ولكن ولدت في بلدك وتتفادى شراء الأبقار المستوردة لأن الأبقار المستوردة يجب عليك توفير وتطبيق بروتوكول جد جد صارم من أجل النجاح وإلا ستخسر الأم ويبقى الاستثمار طويل المدى على بنتها فقط يعني العجلة أما إن اشتريت السلالة أولشتاين أو مون بيليار تكون مولودة في بلدك فاعلم بإذن الله أنها ستتأقلم مع البيئة المحيطة وذلك يعطيك فرصة أكبر للنجاح في هذا الميدان حاولت الإختصار قدر الإمكان أخي الكريم هذا من بين الإيجابيات أسئلتكم على تطبيق الواتساب شكرا جزيلا لك أخي وإن شاء الله تكون الإجابة واضحة مختصرة ومفيدة شكرا جزيلا لك